عندنا ولكن لما بيجوا يعملوا افلام خصوصا وهم فاهمين ان الكلام دوت تجاريا مش هيجيب فلوس مش هيقلب الدونية كلام زي دوت فاغراضهم واضحة جدا ان انا عاوز اعمل تمثيل فني جيد لبلدي في الجوائز العالمية وفي المهرجانات العالمية وده دور كان موجود في مصر على فكرة مش هنقدر نقول ان مصر مش ادمغها الكلام ده ان هي سنة تجارية بنسبة 100% لا الكلام دوت موجود عندنا بس اولا مؤخرا تناقص جدا وثانيا سقف نحو مش عاليه عندنا حاجات وضايقية وحاجات مستقلة وفي الاغلب بتكون في لجنة موزئة مش قصدي اقلل من انجازاتهم لان انجازاتهم عظيمة جدا فيلم رفعها تعيني للسماء اللي تنال جايزة مؤخرا في المهرجان كان ده ما كانش من المسابقة الرسمية بتاعة مهرجان كان دي زي ما تكون مسابقة موازية لمهرجان كان اللجنة بتاعتها محترمة جدا جدا كمان وطبعا تكريم هايل قوي بس مش هيوحسب انك كسبت جايزة في مهرجان كان لانه مش من اللجنة المنظمة المهرجان كان ومش من احد اللجنة التحكيمة رسمية بتاعت مهرجان كان طب هل احنا اللي بقى لسه هوليو دو الشرق مية في المية في صناعات اخرى على رأسها طبعا في الاتجاه الصعودي دلوقتي في انتج الافلام وتبني عدد كبير من المشاريع واتخاذ شكل حضانة للنجوم المصريين الكبار والكلام ده كله لسه الجملة ما تكتملش من غير النجوم المصريين الكبار يعني انت بتعمل كل حاجة انت بتعملها بس لسه لو عايز تتكلم على الجانب التجاري بقى بتاع الموضوع فين النجوم؟ النجوم في مصر فين الصناع الافلام اللي عندهم خبرة طويلة اللي يعملوا مشاريع نطجة من اول مرة موجودين في مصر بس انا برضو بقول مش شرط ده يبقى رأيي بس في مخاوف كده فبرضو احب اطرحها يعني ما هو بيقول لك زمان اول جماعات في مصر اول مش عارف ايه في مصر واحنا بعثنا مدرسين درسنا فاهم قصدي؟ هل ده الخوف بس تبقى دي مرحلة بياخدوا منك النوهاو فاهم قصدي؟ بعد كده ينطلقوا هما اكيد ده هدفهم ويعدوك كمان هونين في الدنيا عاوز ياخدك من ايدك ويقول لك انا عايز رجعك لمجدك وخلاص بالزبط بالهدف الاساسي بتاعي ان انا امكن شبابي فكواحد مثلا بيغير كده على السينما المصرية مثلا هل مفروض تقلق؟ مفروض تقلق يعني انت بتقلق من ايه؟ من صفة الرياضة؟ اه طبعا بتتسحب السجادة بتتسحب من تحت رجلينة 100% وتشوف محتاج تعمل ايه؟ علشان تستفيد من ده مش عشان تعادي ده الفكرة الاساسية اللي موجودة عندهم دلوقتي اعتقد حسب القرية بتاعتي تعال واشتغل وخد معك كرو من عندنا وخد من عندك ناس من عندنا وممكن استخدمك كما نصل الدعاية لبعض الامور اللي موجودة عندي ودي الجمهور بقى لي في الاخر ان هو قبلها وما يقبلهاش هل مقنعة او مش مقنعة او كلام زي ده وفي نفس الوقت من خلال الشراكات والمقابلات والكلام ده تعالوا اشتغلوا عندنا انا عجبني ان انت متابعة بصراحة مؤثر يعني المفروض اتابعة عشان ندعم اليوتيوب قوي احنا لما جينا نشتغل اليوتيوب في دي بقى وحنا بنتكلم يا ريادة ده السعودية سبقونا شوية السعودية استثمروا في الموضوع جامد جدا لانهم في فترة من الفترات كان هو دوت من انفذ الترفيه الرئيسي بتاعهم اليوتيوب طمعا كان دهما شركات انتاج بتعمل محتوى يوتيوب واشتغلوا في كل حاجة واشتغلوا في السينما واشتغلوا في الرياضة واشتغلوا في كل انواع الكوميديا اللي ممكن تتخيلها وفي مخرجين طلعوا من جوه ده يعني مخرجين افلام من دو بالليل وفيلم ناقة اللي هما قلبوا الدنيا على مستوى الجدل في السعودية في الفترة الاخيرة دول مخرجين يوتيوب دول طلعين من هذا الموضوع وهو ده اللي لفت الانظار اليوم لما بتدوا يشتغل الناس بقت مهتمة طب ده لما يجي يعمل السنة ما هيعمل ايه طب هو حسه حيبقى شرقي ولا حيبقى غربي ففكرة النجم بقى اللي حيطلع من عندهم يكوش على النجوم عندنا والكلام دوات دي مش من الحاجات اللي محسستاني بالخطر لان اولا همون عندهمش ده لغاية دلوقتي وثانيا احنا عمرنا مخترق الصناعة المصرية نجم سعودي بغرض الشهرة دايما بيجي عندنا نجم اللي بيطمحوا للنجومية الاقليمية والعالمية وبقولها بالترتيب لان بعضهم موصل لشهر عالمية كذلك بتوع تونس بتوع لبنان 100% بتوع سوريا 100% بتوع الأردن 100% وكان مفهوم قوي ان همون عندهمش طموح لتطوير الصناعة بتاعتهم وجايين مسكين ورق او قلم وعملين يغشوا منك ويشوف انت بتعمل ايه وكلام زي ده هم جايين بأغراض ده ما كانش بيقلق اي حد بيقفل مية فاللي بتعمل دلوقتي مالوش سابقة تاريخية يعني مقدرش اقولك ان السعودية في الاخر هتعمل شراكة يعني مقدرش اقولك انه متفائل ولا متشائم بناء على مرجع تاريخي لانه مفيش مرجع تاريخي اللي بيحصل دلوقتي ان في حد يكون عنده المينز والنية والوقت والامكانيات ان هو فعلا يسحب البوساط من تحت رجلك ويحقق نجاح كبير قوي بس انا بقولك ان كل حاجة في الدنيا ممكن تشكل عليك خطر ولو حتى احساس خطر فردي زي اللي موجود عندك ففي نفس الوقت انت ممكن تقلب العملة بتاعتها وتقلبها فرصة فرصة لان الناس بتوعك يقصدهم يتطور هما كمان ويشتغلوا في نشاكل وفرق وهو في مشكلة دلوقتي في الحتة دي لان هو في زل الازمة الاقتصالية بس في ازمة اقتصادية كده احنا فيها كلنا عارفينها طب بص انا هاخد قطمة وانت بتسأل وبعدين وانا بلوك في فرق كبير قوي حتى للناس اللي صنع اللي بيقفوا ورا الكاميرا في فرق كبير قوي في المرتبات بين هنا وهناك فرق شاسع يعني يعني فرق يخليك هتأمن مستقبلك لو رحت هناك مقارنطا بهنا صحيح فحتة ان انت تحافظ عليهم هنا دي هتعملها ازاي ما اغطتش ان فيه انتجات هناك تستوعب كل الناس اللي شغالها في الصناعة المصرية للابد او على مدار السنة ما انا فاهم بس هيبقى اللي بتبقيي لك هنا ده نوعا ما فرز تاني بقى لا 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 خالص لأ ليه بقى لما اجي قارنها بصرف النظر عن قناعاتنا احنا الشخصية كل بقى انا بقى لوك دلوقت ايوة برا لما اي نجمة من النجوم الكبار بيعرف طريق الشيكات الكبيرة انا بقيت براد بيت شيكي بقى انا بعشرين مليون وخمسة وعشرين مليون وثلاثين مليون انا بقيت رايان جوزلنج انا بقيت ايمستون انا بقيت ايمستون ده تروح تنمر الهلك في النس كده عشان حال جاء لها دلوقتي حتى صيعة مني بقيت معرفش مين كلام زي ده هل معنى كده ان انا في الاخر انا بقيت ابو شيك قد كده اشتغل في حاجة تانية لما يحصل ايه لسه انا بتاعتي مليانة اجندتي على بققها ايمستون لسه عاملة فيلم اسمه مستحيل تكون خدت فيه الشيك بتاع جيسي بليمنز بيعمله افلام مستقلة براد بيت فترة من الفترات بجانب الافلام الجامدة ده بيروح يعمل افلام مستقلة احنا هنتحول ان نبقى احنا المستقلة بقى مش هنتحول ان نبقى احنا المستقلة بس حفضل دايما عندي الرغبة في اني اقدم مشاريع على اهوائي فانت لو عاوز تعيد اكتذاب الناس بتوعك دول اولا انه وفر لهم حقهم اقصد ما حدش فدوني حاجة في مصر فدوس السعودية ما هي بالعقل يا مية في المية بس حاجة في مصر احس اني واخد حقي على قلب اني متسرقتش اني متنصبتش علي واحنا فاهمين كويس قويه وانت اقرب مني للصناعة في شكلها المعاصر الحالي بان في سرقة وان في تطنيش وان في اكلان حق ناس وان في هضم حق ناس وان في حاجات زي كده وان هناك في دلع ابن لزينة دلع دلع يعني ايو بس عمر الدلع ما هيكفيك للابد واحنا فاهمين كويس قوي انه رغبتهم في هذا الموضوع اكيد مية في المية ان في نقطة معينة حق اكتفاء زي جبتني اشتغل بامكانياته بالناس بتوعه فلو انت متخيل انك هتفضل قاعد هناك برنس للابد فوق يعني يعني احنا موضوع ما يقلقش بس انت بقى بس واخد حذرك يعني مش هي عملة وليها وجهين ليها وجه خطر وليها فرصة احنا دلوقتي لما بنروح مهرجانات برا اي او حتى الافلام المستقلة اللي احنا نتفرج عليها احيان وبتوصلنا بشكل او باخر من كل سينما زاوية مثلا او بتاع كل الناس متعودة في بداية الفيلم اللي انت بتتفرج عليه بسبعة تمانية سكرينز بتاعت منتجين شركة معرفش ايه من فرنسا والمركز الثقافي بتاع السويد والمركز الابداعي بتاع ابو ظبي والمركز معرفش مين بتاع الصعودية والمركز معرفش مين يعني الشراكة الصناعة شركات اه الكون برودكشن فيش فيه مشكلة لو احنا الوقتي بقى تخطي معايا بقى الافلام اللي يعني بيشحتوا علشان يلموا في الاخر عشرة مليون ولا خمستاشر مليون جنيه يعملوا بيوم في الموقع تخيل الوقتي انك عندك شراكة صناقية ما بينك وما بين الصعودية ما بين شباب مبدعين هناك حقيقي شطار وحقيقي كويسين وناس عندك حقيقي شطار وحقيقي عندهم خبرة طبنا الشراكة دي ممكن ينتقوا عنا حاجات يفيدر الاتنين ده وارد ووارد قوي تخلي تلاقي الموضوع من ناحية التانية ان تفكرنا القاصر الناس بتوعنا كل اللي يهموهم ان هما يفضلوا قاعدين هناك وياخدوا شيكات هناك ومتخيل ان دوت ممكن يدوم للأبد بحكم انه ممكن يكون تفكيره القاصر او ما عندوش رؤية لأبعد من خطوتين قدامه وكلام زي ده والسيناريو الخطر اللي انت بتتكلم فيه يتحقق عشان احنا ما عندناش صادقة تاريخية في الاثنين واردين ما فلم طب انت رأيك ايه الافلام يعني افتكر كده مثلا تلت اربع افلام من الافلام اللي خلت السينما المصرية اقوى سينما مثلا في الشرق الاوسط يعني افلام هو الفيلم بالنوعية دي بالشكل ده هو ده الفيلم اللي يتقل السينما بتاعته طبعا انا فهم الموضوع بيبقى في حتة انك تبقات الحد في الولن الشرق الاوسط دي بتيجي بالكمية مش بالكواليتي مش بالكواليتي بس عمت هنقول لي ايه الافلام اللي هي علاقة الناس في السينما حبيبتك في السينما المصرية انا من ابناء القناة التانية وافلام منتصف اليوم الافلام الابيض ويسود بتاعت منتصف اليوم العدية دي خبر الابيض كويس ان انا افتكرت انا بتكلم معك صراع في الوادي لا لا اصل حماس خدني اوه صراع في الوادي دوت من كم يوم باقته على روتانا كلاس في نقطة بس مهمة احنا في الفقرة الاولنية قلت انا قلت معلومة غيرت والحمد لله انا افتكرتها ايه قول انا كنت بتكلم على صراع في النيل على انه صراع في الوادي اصلا صراع في الوادي ده فيلم جميل الجمال ده فيه كمية يونيفرس دايره جواه كنت قاعد بتفرج ودائما احنا عندنا الحتة الزكورية لما تبقى قاعد بتفرج مع امراتك تحس انك عندك حتة باترياركي كده اناك عاوست تشرح لها حاجات انت شفتها زي ما كنت انت الوحيد اللي شفتها بقول لها احنا عالم جوا عالم جوا عالم جوا عالم وانا اتفرضت على صراع في الوادي ده ده جميل مرة واول مرة الاحظ هذا الموضوع احنا في مدينة صعيدية بتهدف لحاجة علشان تحقق نهضة في الموضوع ده ففيه بعد قومي للاحداث بتاعتنا بعدين في معلومة اتصربت احنا بنتكلم على صعيد المغامرة نزلنا العالم اديا شوية بان فيه فلوس كتير على هذه المركبة اللي رايحة تحقق النهضة لهذه المدينة فبقى فيه اطمع موجود عليها فبقى عندنا سبق عسكر وحرامي او حرامي وهدف موجود في النص وفيه علامتنا هذه المركبة صراع ذكوري ادعي ان هو ما تعملش متيل ليه في السينما المصرية في اخر عشر سنين مثلا ولد خيبان تعبان صدمان دلوع عاوز يبقى راجل وفيه فجر تانية مفهومة كويس قوي ان هي على مستوى المقام اقل منه بس هو ده اللي اخده يربيه وبتتكلم على لعمر الشريف رجدي ابازة وتفرج على السراع ده وتعمل ازاي عند الشخص الحكيم اللي هو انت بعض الاحيان تستاهل انك تاخد قلمين على وشك عشان تتربى وفي نفس الوقت ما ينفعش اهين صورتك قدام الناس اللي انت المفروض زعيم عليها ايه 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 التشابك الدرامي العظيم ده في فيلم يعني انا ما اتصورش نصراع في الوادي لما اتعمل اتعمل بغرض ان هو يكون علامة في تاريخ السينما المصري اه افلام ايه تاني اقولي دعاء كراوان هي فتن حمامة بصراحة كل ما الواحد يعني بيجبر شوية في السن و بيفهمها اكتر بيفهم عظمتها اكتر او كل ما بيفهم اكتر بيفهم معظمتها اكتر بتخبط في التك توك وفي الحاجات اللي هم متفرج عليها دايات على الحواديث الباكستيج بتاعت الافلام الامريكاني اكيد ما عرفش مين بيحكي الدور دوت لما اتخد مني حصل ايه وانا كنت بطمح لي ايه وتعمل ايه ومعرفش ايه على اساس ان دايات اللغة بتاعت المودرن سينما اللي بتميك جريت موفيز خبطت في واحدة من دول هنري بركات كان بيتكلم على كواليس دعاء الكراوان في ازاي خدوا الرايتز بتاعت الرواية من عميد الادب الحربي طاعة حسين نهاش بنتكلم على ان احنا بنقتبس فيلم من واحد بست سيلر مع الكامل احترامي ليهم يعني احنا بنقتبس فيلم من طاعة حسين ولك ما اكفي منك جرأة انك عاوز تبعد قدام طاعة حسين وتقول له نهايتك وحشة ويعني ايه اوصل له ان روايتك نهايتها حلوة كرواية وحشة كسينما واني محتاجة اغير فيها وقاعد يتكلم على الكاستنج وقاعد يتكلم على طريقة اختيار الممثلين وقاعد يتكلم على طبيعة التقمص طاعة الادوار كلام بروجريسف شايف هو الكلام ده هو امالنا الوحيد دلوقتي او ده اللي المفروض نتعكز عليه عشان نقوم احنا عندنا تراث ابن لازينة طب في حاجة بقى بتستفزني بصراحة برضو مش متأكد برضو مش متأكد برضو ان هنحطها في الحلقة دي انت عارف ليه كل شيء بقولك مش متأكد هنحطها في الحلقة دي لان انا عايز اشتغل والله العظيم بايمان فعايز اتكلم براحتي اقول الحاجات اللي انا خايف منها بس في نفس الوقت عايز اشتغل مش عايز اقعد في البيت فباكت لقيني بتكلم ايه يعني انا في رواية شخصي انت بقولتش حاجة غلط وبقولتش حاجة دايق حد ايوة بس بفكر دلوقتي بقى اقول حاجة دايق ده مخ تعبان كده انا اللي عاوز يوجب معاك يعني حروح نقل كلامك بصيغة تانية خالص ودي نصيحاتنا بقى للي بتنقله الكلام بعد اذن حضرتك ترجع تتفرج وتحكم بنفسك الزبط اللي عايز اسأله سعادة في ناس بتقول اصلا ان السينما كلها في العالم كله اصلا هتنتهي هتنتهي اه خلاص بحكم ايه ايه ولا كلام لا بحكم ان هو اصلا نسكت بتنبهر يعني الفيلم بينقصم من نصين في نص الناس بتحب تتفرج على الفيلم في البيت علشان موضوعه وعلشان مش عارفية وبتاع وفي المتعة السينمائية بقى ان انت تبقى مشارك مع ناس كتير وبتبقى الفيجو اللي بقى بتفرج على شاشة عملاقة الصوت احلى مش عملاقة